السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشخباركم البنات كديرين لبس عليكم معانين نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وصحة جيدة ولقاكم الفيديو ديالي ان شاء الله في احسن الاحوال نهاركم بروكة البنات جيتكم اليوم البنات بالبهلاء ديال الكوكوت ليش بتا عند واحد صادقة ديالي الطريقة ديالها عجباتني وقلت نجربها ونشاركها معاكم ندوز معاكم البنات مباشرة للمقادر وطريقة التحضير كما كتشوفوا البنات المقادر غادي نكتبهم لكم في صندوق الوصف وغادي نخليه لكم هنا يفعله على الشاشة المقادر كما كتشوفوها هما وغادي ندوز مباشرة لطريقة كما كتشوفو هنا غادي ناخدوا الكيلو ديال الدقيق عندي هنا نصف كاس ديال زنجلان مطحون وعندي البقية ديال النافع وحبة حلاوة انا كيعجبوني النافع وحبة حلاوة كنديرهم بجوج مهم كاس ديال ميتين جرام وكنضيفو عليهم واحد شوية قبيصة ديال وكن نخلطو الجامع بحلاكة النواشيف بالنسبة الكاس البنات كنأكد لكم راكي هز ميتين ميليليليتر عندي هنا واحد شوية اللوس وشوية ديال كوكا وطحنتهم هرمشتهم خليتهم اللي عندو اللوس بوحدو يديرو اللي عندو كوكا بوحدو يديرو على كيبقى اختياري و تلكمية كتبقى اختيارية موهما انا عبرت بنفس الكاس بقيت كنعبر بيه عندنا هنايا كاس ديال الساندة ديال السكر ساندة ديال سكر ساندة ديال ميتين جرام وصافي البنات غادي نستمروا بهكا بتحريك بتخليط النواشيف ومن بعد غادي نضيفو عليهم هادك نصف كاس ديال الزبدة المدابة حوالي واحد الميات ميليليتر ديال الزبدة مدابة وغادي نميسكي هادك شي غادي نخلطوهم وبنفس الكاس ديال ميتين ميليليتر غادي نعبرو جوج كيسان ديال السيس ورخصنا غادي نزيدو بالمعلقة لان جوج كيسان ركي هزو بعمية ميليليتر حوالي نصف يطرقها 100 ميليليليتر وعندي هنا هاده النكاة هاده ما توفرش عندي الفاني درت هاده النكاة هاده الليمون اللي عنده الفاني يديرو اللي ما عنده شي كتافي بشينكها ولا قشور الحامض ولا مشي مشي ضروري تديروه اي حاجه تقدروا تنسمو بها وهنا هاد نضيف النصف الثاني ديال الزيت وكيما كتشوفو غادي نحاول نجمع العاجين بهذاك الزيت إلا ما تجمعش ليه غادي نبقى نزيد بالملعقة اناي الكمية ديال الدقيق ديالي هزت ليه جوج كيسان ديال ميتين ميليليتر الواحد يعني المجموعة 400 وازتعليهم واحد ثلاث ملاعق ديال الزيت كبار وجاني الخالط هو هاده هادي نستمرو كيما كتشوفو الملعقة اللوله والملعقة الثانية بالنسبة الملعقة الثالثة ما تسجلتش ليه في الفيديو الزيت مهم حوالي جوج كيسان ونصف تقريبا هكا على حسب دقيقة البنات يقدر يهزلكم جوج كيسان ونصف يقدر يهزلكم جوج كيسان ونصف يقدر يهزلكم غير جوج كيسان وشي حاجة وشي ما لعقة هكا الجوج والثلاثة بالنسبة الخميرة البنات كيبقى هو اخر مرحالة في العجين انا عندي هناي 15 قرام بالنسبة البنات اللي في المغرية تقدروا تدير ثلاثة الخمارات حمرات ولا 21 قرام انا هناي غادي ندير 21 قرام عندي هنا الخمارة الثانية غا نقسمها على جوج نخلي هنا حوالي 8 قرام ودر تقريبا شي 7 قرام هكاك وصافي غادي نجمع العجين ونحاولو نجانسو هذه الخميرة ندخلوها في العجين ونجمعوه وصافي البنات ونطلقها باش نشوفو الطريقة كيفاش غادي نديروها في الكوكوت هالطريقة شفتا عنت صادقة ديالي صراحة اول مره نشوفها كدر في الكوكوت بهذا الشكل باش نختازلوا المرحالة موهيم البنات هاي العجينة ديالي تجمعات كيما كتشوفوه لهاد الشكل وغادي نجيبو طنجرة وغادي نديرو فيها العجين وغادي نستعليها البنات نديرو الصفارة وغادي نحتافضو به المدد يل حوالي ساعتين ساعتين ونصها كاك في الكوكوت وغادي صير جاهز باش نديروهم كويرات وندخلو ان شاء الله الفران هنا البنات من بعد مداز ساعتين تقريبا ولا ساعتين ونص حسب الوقت ديالكم قدمة رتاحة قدمة مزيان موهيم هناك نبدو نديرو تنكوروها على هاد الشكل ما نضغطوش عليها بثاف صافيوك نستفوهم في اللعطة وبالنسبة الفرن البنات ضروري الفران يكون ساخن يكون ساخن كنأكد عليها ودخلوهم بالنسبة الفران ديال الطو غادي تديرو تقربو الوجه ديالها الأعلى باش تشقق معانا وعادا نقدرو نهبطوها شوية في الواسط باش تطيب لنا شوية ملتحت وبالنسبة اللي عندو الفران ديال القاز تحطوها لتحت يعني العافية النار تكون ملفوق ومن بعد تقدرو تسزوها تطلعوها لفوق باش تطيب ملتحت وصافي وديمنتي بادي مردو البال مع الفرن يكون في الأول ساخن ومن بعدي لبال يكون سخن بزيف اللي بغا يدير بحال بالنسبة انا الفران تعدو كندير كتر من اللاطة واحدة كان منك يسخلي بزيف كان بده نقشوية الحرارة باش يجيوني هما هادوك وصافي البنات هاني استفتن في اللاطات على هاد الشكل غادي ندخلهم دابا مباشرة الفرن من الأعلى تي يتشققوا لي بعدا نهبطهم شوي في الواسط واخد يلطو واللي من نسبة اللي عندو ما عندوش باش يبقى الوقس باش يبقى مراقبهم تحطوهم في الواسط مباشرة الفرن ديال الطو كي يشققهم وصافي البنات هادا هو الشكل ديالهم من بعد ما طابوا كنحاولو نخليهم يتحمروا شوية جودة وهبيين أصلا هومر اللون ديالهم ديال القرفة كي يجي واضح كي يجيوا رائعين نصحكم البنات تجربوهم صراحة ماطاق رائع ورطبين وهشاش وكيدوبوا في الفم زي ما ما نعودش لكم البنات غير جربوهم وراها مضبوطة وراها ناجحة 100% وصافي البنات هادا هو الشكل النهائي ديال حلوة ديالنا نتمنى كل فيديو ديال يخفيف عليكم نتمنى تجربوها وتخليوا لي تعليقات ولايك وصحتكم وراحتكم البنات وما تنسونيش في الاشتراك اللي مبقي ما مشتاركاش في القناة ولايك وتعليق وشاركوا الفيديو مع الأهل والأحباب ديالكم والابنات واسلام عليكم تهلا وليا في راسكم تلقوا ان شاء الله في فيديو جديد الى اللقاء